على مدرسة الشهر من معتمدية تالا يقبل 180 تلميذ تلميذ منهم من يقطع المسافات الطويلة متكبدا عناء هذه المسالك الوهرة ليصل إلى مدرسة يقضي بين أقسامها المهترئة يومه دون مياه صالحة للشرب يروي بهذا ماءه ودون طعام يسد جوعه الصغيرات اللي يقضوا عندهم نمجة مدرسية يهزوا من دياحة وقريت قبلها هنا وكنا نقضها في النمجة كنا نشربوا معناها في الماء ومعناها في جراء التوا بدوه يوزعوا في المدرسة أو مازالة؟ نعم مازالة ما بدوش توا أختي نجيبت نمجة تماء الماء يجيبوا سيتير هنا يفرقوا يعني تولتها تحاجة كله نقسم يعني تليم ده تياعبة من الطريق ما فيهاش مطعم مدرسي لأقسام مشي كافية يجووا من ثمش لهم جيت عمناونوا فرقوش لهم جيت واسنا الله أعلم بشي فرقوا وليمشهم فرقين الماء ما ثمش مش معادين لنماء يجيبوا لها سيتير نماء بعد قدية سيتير نماء ما تسوردش 180 تلميذ تقريبا وقد يبدو الوضع بمدرسة الشار قاسيا على روادها من تلامذة وإطارات تربوية ولكن إحدى إشكالاتها قد تحل قريبا بإحداث بنك الأغذية لأول مرة بولاية القسرين من قبل ديوان الخدمات المدرسية وسينتفع من خدمات بنك الأغذية حوالي 20 ألف تلميذ موزعين على 195 مدرسة بكامل ولاية القسرين كل الولايات ما يسمى ببنك الغذائي مهمة البنك الغذائي هو تجميع وتخزين المواد الغذائية الخاص الموجهة للمطاعم المدرسية بالمدارس الابتدائية نحن منذ في ظرف شهرين ومشكور الإدارة السيد المندوب الجاوي للتربية بالقسرين بالتنسيق معهم وقعته في رفضاء وهيئناه لتجميع هذه المواد المواد هذه مواد للأكلة الجافة المخصصة الابتدائية مثلا زيت زيتونة طن عصير فورماج وسينطلق بنك الأغذية في توزيع المواد الغذائية التي تم تجميعها منذ فترة على مراحل عبر شاحنات المخصصة للغرض نهاية شهر سبتمبر على المدارس المعنية ترجمة نانسي قنقر